أهلا وسهلا شافكي أهلا وسهلا فيك في سيديوهات التلفزيون الأردني واسمحونا مشاهدينا في مختلف أرجاء الوطن العربي أن نرحب بجميع المشاهدين الآن إحنا من هذا المكان والبيت الدافئ نستضيف فريق برنامج بيت لألكل شافكي المنيري صديقتنا وحبيبتنا من التلفزيون المصري يعني نجمة من نجوم الإعلام المصري أهلا وسهلا فيك شافكي سهلا بيك يا لانا وأنا حاسة أننا كده دبيتي برضو يمكن وجودك وأحساسك لما نفس الإحساس لما بتيجي بتنورينا وتنوري بيت للكل في القاهرة عارفة بقيت حاسة وكأن بيت للكل بقى سواء جينا لأردن أو روحنا مصر أو حتى في فلسطين أو العراق أنت عندك بيت في كل مكان ده إحساس رائع يعني دايما بحب أنه مشاهدنا العربي يحس بأنه بيوتنا والله حقيقية مضبوط وهذا الشعور أنا أتمنى أنه شعورنا إحنا كأعضاء في بيت للكل كأسرة واحدة يريد يكون هذا الشعور ينتقل كدول أيضا بأنه يكون فيه هالألفة وهالاتحاد وأكيد إحنا دولنا العربية هالتعاون الكبير لبيناتنا برغم كل دولة منشغلة أحيانا بهمومها لكن أكيد الموصلة واحدة والهم واحد ودائما إحنا كدول عربية شعورنا ومصيرنا واحدة ومستقبلنا فأهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل من التلفزيون الأردني كما بترحبوا فينا في مصفيرة أكيد كمان يعني من أول ما نزلنا من المطار والأجواء خلاص أنا بقيت حفظة المطار أصبحت حتى حفظة الموظفين سالخير زي السحة أخبارك إيه زي لما نروحين تكون زي لما أنتوا تروح عندنا نفس الشيء وبعدين شفت بقى المشاهد الأولية لأنه في الأردن فيه انتخابات يعني الصور في كل مكان مختلفة محطوطة بشكل نطيف ولكن يبدو أن الأردن تستعد لمرحلة ديمقراطية وانتخابات برلمانية جديدة مظبوط والشعب الأردني ينتظر شافكي هذا اليوم إحنا في عشرة أيلول عشرة تسعة في انتظار هذا اليوم إحنا الأردنيين نسميه عرش ديمقراطي في كل أربع سنوات فكل الأردنيين على استعداد ما بتتخيلي الآن بيوت الأشخاص اللي عم بترشحوا للانتخابات كيف بيحاولوا يستقبلوا كل الناس بكل دفاع هم الناس يسمعوا من الناس برضو الناس عندنا في الأردن أصبحت وعية هاي المرة عندنا تجربة حزبية فريدة عارف عيني بما أنه هي عين الإعلامي والصحفي بقت عيني تاخد الجمل الخاصة بالمرشحين ما إلك إلا الصندوق الاتحاد قوة يعني لا تنسى دورك الانتخابي يعني بدأت أقرأ كده فحسيت بأنه الأردن تستعد هذه الأيام لتجربة ديمقراطية بإذن الله تكون تجربة جديدة وأيضا يكون فيها خطوات جديدة للأردن إحنا منتمنى إن شاء الله إحنا متفائلين الآن مننتظر شافكي مجلس نواب جديد لأنه النسبة الكبيرة منه رح تكون للمرأة ولا الشباب يعني فرح يكون فيه برامج رح يكون فيه أحزاب هي أول تجربة يعني بهذا الموضوع وإن شاء الله هيك متأملين أكيد أنا وأنتي نتمنى كمان أن المرأة الأردنية يعني وهي مرأة مصففة رقية وعية تأخذ دورها بإذن الله ويكون فيه تمثيل نيابي أكبر أكثر من الدورات السابقة وبالتالي أيضا الشباب تجربة حلوة وأنا سعيدة أن نبقى موجودين معكم وسط هذه الأيام هذه التجربة مفتقدين مين؟ خميس وأحمد شكري أكيد هم متواجدين معنا حتى ولو بسبب الظروف يعني زملائنا من العراق أحمد شكري وخميس ماخو من فلسطين الحبيبة بمروا دولهم في صحوبات معينة أحيانا كل المحبة لهم ننتظرهم إن شاء الله أكيد أما أنا مش هفتقد فبعد شوية في الفوصل في قهوة أردنية أكيد أكيد يبقى مع القهوة وباتنك في الماء بالفوصل